مساء الفل عليكم عايزين تاكلوا كفتة واللحمة غالية والمطاطس غالية وعايزين نعمل كفتة تبقى موجودة عندنا طول الوقت وسهلة وبسيطة وسريعة وبدون مجهود تعالوا نهاردة نعمل كفتة عدس وصدقوني جربوها بس بطريقتي بطريقتي انا اللي هقولكم عليها وبجده هتندموا ان انتو ما كنتوش بتعملوها بالطريقة دي كفتة العدس النهاردة مش هتفرقوها خالص خالص عن الكفتة اللي بتتباع جهزة من بره طعمها حلو جدا ومش هتحسوا ان هي كفتة عدس هتحسوا فيها طعم كده حلو هقولكم على كم سر كده انا بعملهم بيحاولولي كفتة العدس لكفتة لحمة ازاي هقولكم النهاردة مش هنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير تشتركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسوش بعد اكتبوا لي كومنت حلو يشجعني علشان اعمل لكم وصفات اقتصادية الفترة اللي جاية واكتبوا لي برضو في كومنتات الوصفات اللي انتو حابين تشوفوها على القناة وعلى صفحة الفيسبوك اللي هسيبلكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اول حاجة انا جايبة ربع كيلو من العدس عدس الاصمر طبعا عدس بجبة وهبتدي ان انا اخسله انقعه شوية وبعد كده الاول اخسله بعد كده انقعه شوية بعد كده ابتدي ان انا اسلق العدس في مياه سخنة لحد ما يبقى مستوي جدا هستخدم بطاطساية كبيرة مربعات يعني انا مش هستخدم بطاطس كتير هي بطاطساية واحدة بس هتطحها مربعات وحط لها رشة ملح وابتدي ان انا اسلقها برضو كويس قوي مع العدس يعني نفس السلق بتاع العدس كده عشان نبتدي ان احنا نخلطهم سوا فيه ناس هتقولي طب نسلق العدس والبطاطس مع بعض هقوليك مش هينفع لان العدس ليه سوا والبطاطس ليه سوا وكده مش هيبقوا مستويين سوا الصح يعني ممكن العدس يبقى مستويش كويس هنبتدي ان احنا نجيب بولا وهنبتدي ان احنا نهرس فيها العدس بالشكل ده لو عندك هند بلندر او عندك كبة تقدر تستخدميها هتكون اسرع من كده هتحطوا عليهم معلقتين كبار من الدقيق وهتحطي معلقة من الفلفل الاسود وبهارات اللحمة وكمان بابريكا وهتحطي شوية شطة وهتحطي شوية كمون وطحون وممكن بعد ما تعلبهم كويس جدا تجيبي كيس من ممكن بديل كل البهارات اللي انا حطيتها دي تجيبي كيس من بهارات الكفتة طبعا مش هقول المركة بس يعني هقول لكم انها موجود في كل مكان كيس بهارات كفتة يعني هتبدأوا ان انتو تجبوه وتفضوه على الخلطة دي وتقلبوها ستدقوني هتحسوا ان انتو بتاكلوا كفتة لحمة يعني مش بتاكلوا كفتة حدس بعد كده هتبدأوا ان انتو تفروموا العدس معاه وتضربوهم كلهم مع بعض هاديكم نفس العجينة اللي انتو شايفينها دي بعد ما حطينا العدس في البطاطس وفرمنا على بعض وهنحط عليهم سنة صغيرة رشة صغيرة من عندي هنا سنة كده حاجة بسيطة من بيكينج بودا طبعا تقدروا تحطوا شبطوا بقدونس لو حابين برضو تفروموا معاهم وتقدروا كمان تفروموا معاهم قرنفلفل حامي ودي بتكون شكل العجينة بتاعة كفتة العس العجينة يا جماعة أسية نشفة مش العجينة تحسوا ان هي طرية لا العجينة نشفة وده اللي بيخليها السر يا جماعة اللي بيخليها ما تفكش في الزيت لو انتو سبتوها او لو انتو خلتوها تبقى طرية لازم تفك لازم تبقى نشفة كده طب لو طريت مني بعد ما ضربتها في الخلاط معلقة دي ومعلقة بقسمات هتلميها وهتبقى مظبوطة معاك هتبداي انت بقى تعانوا وليكم كده طريقة لها في ايناس هتمسكها تقليها كده مدورة وتعمل فلصة وتحطها في الصلصة وتبقى كفتة داود باشا من العدس دي طريقة في الطريقة تانية اللي بتخليها طعمها زي كفتة اللحمة اللي انا بعملها اللي بيجي بقى السياح الشيش طووة لان انا اصبع عليها بالشكل ده واجيب صنية وابتدي اني انا دهنة زيت خفيفة قوي مش كتير دهنة زيت خفيفة بس لازم دهنة زيت لابعا اني مفيش مادة دهنية في الكفتة وابتدي ان انا اصبعهم بالشكل ده زي ما انتو شايفين وطبعا عملت كمية معايا كبيرة او يعني ده ربع كيلو عطس شايفين عمل قد ايه وبطط صايا هنبتدي وكمان على فكر عايز اقول لكم ان الكفتة دي مش بتكش زي كفتة اللحمة كفتة اللحمة عشان فيها دهون بتكش لأ كفتة العطس دي مش بتكش بتفضل زي ما هي هنبتدي ان احنا نجيب زيت ونبتدي ان احنا نسخن زيت حاجة بسيطة مش كتير يعني بصوا ما تسخنوش الزيت قوي علشان خاطر الكفتة متبقاش من بره مستوية ومن جوة تفضل ناية وبعد كده بتحطوا صابع الكفتة بالشكل ده وبعد كده بتدقوا ان انتو سيبوها كده شوية لحد ما تبتدي نهاية تستوي تاخد لون دهبي الكفتة لو تقلت في زيت خفيف او تقلت في زيت سخني جدا بتبقى من جوة معجنة بتبقى من جوة ناية عشان في ناس كتير سألت من لي الكفتة بتبقى ناية شايفين عشان احنا قلينها كده بمزاج يعني عالي الكفتة تحفى وحيتها جميلة جدا عايزة قولكم كيس بوهرات الكفتة اللي حطيتوا فعلا يعني عايزة قولكم على بالوصفة 180 درجة خلها كده وصفة جامدة جدا فهاتوا كيس الكفتة ده هاتوا كيس بوهرات الكفتة بجده يعجبكم جدا تعالوا بقى عملنا الكفتة تعالوا نعمل جديد في ناس كتير زي ما قلت لكم بتحطها زي طبيخ كده بتحطها في صلصة وتعملها أنا النهاردة عايزة أعمل مفاجأة حلوة وعايزة أعمل أكلة حلوة هجمع كل الخضار اللي عندي في التلاجة عندي طماطم عندي خيار عندي كرومب مثلا أو خاص عندي بطاطس مقلية عندي فلفل مخلل عندي كاتشاب الحاجات دي كلها بجمحها وبجيب عيش بتاعنا العادي العيش البلدي العادي مش هعمل كريب مش هعمل عيش شورمة ومش هتعب نفس النهاردة عايزة حاجة في السريع كده جبت العيش بس عملتي فيه فكرة أن أنا فردت العيش عن بعض يعني خلت الظهر العيش لوحده ووش العيش لوحده تمام وهبتدي عمل العيش ده معاملة الكريب أو معاملة العيش الشورمة أنا هنا عاملة صلطة بابا طبعا ممكن أنتم تعملوها وممكن تستغنوا عنها بس أنا حبيت يعني موجودة عندي في التلاجة فأخدت منها هجيب كمان كابوتشة مقطعها وتقدروا تعيوه استخدمه خاص بدل بديل الكابوتش يعني الكابوتشة أو خاص ما فيش مشكلة أو جرجير متقطع برضو عادي يعني المهم أي خضار وكمان شريح خفيفة كده من البصل حتتين بس مش أكتر من كده وبعد كده بحط طبعا برضو شريحة صغيرة من الخيار وطبعا شوية طماطن برضو خفاف عندي زي ما قلت لكم أي مخلل أحطه متقطع بس أحاول أن تتقطعوا الحاجات كلها صغيرة بتقطعوها تعطيها واحدة عشان يبقى شكل الصندويتش متماثل كده ومتناسق بعد كده بنحط بقى الكفتة بتاعتنا بالشكل ده وبعد كده بنلف الكفتة بنلف العيش على الكفتة وطبعا بنيديها سنة كاتشاب كده بالشكل ده بنلف العيش بالشكل اللي انتم شايفينه بكونوا جاهزين طاصة على النار بنيدي الصندويتش صدمة بقى من ناحية دي من ناحية دي عشان يلزق وبعد كده بيتقدم زي زي العيش الشوارمة أو عيش الكريب بس بيبقى جوه كفتة وكفتة مش باللحمة فهي دي الفكرة النهاردة ان احنا عملنا كفتة اقتصادية بالعدس بس يعني خلناها كده يعني كفتة هانم بالمعنى الأصح كفتة كده بس دلعناها شوية شوية عدس عندنا بجبة وشوية بطاطس طلعنا منهم أكل حلوة والعيش العادي اللي احنا بنكله مع شوية المخللات والمقبلات دخلناهم في أكلة مع بعض بقيوا حاجة جميلة جدا جدا اتمنى النهاردة الفكرة تكون جديدة ونالت على عجبكم ورضاكم وتكون عجبتكم بتنسوش بقى لو عجبتكم الفكرة دي وعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة تلكون بتنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدموا بشكر كل اللي بتابعني وبنتصف القناة مرسي جدا جدا لكم والكومنتاتكم الحلوة ولولي بقى في الكمنتات بتتابعوا القناة مين وإيه الوصفات اللي انتو عايزين تشوفوها الفترة اللي جاية ولولي كمان بتتابعوا صفحة الفيس ولا لأ ولا عايزين صفحة الفيس بتاعتي هتلاقوها تحت في صندوق الوصف على طول وكمان هسيبها لكم في التعليق المثبت في الكمنتات بألفة هانا وشوفها يا رب كل سنة وانتو طيبين واشوفكم دايما يا رب على خير قريب اشتركوا في القناة